أهلا وسهلا صباح الخير سارة وصباح الخير عبد الله فعلا يعني موضوع الطفل العربي ونشأته هو أحد المواضيع المهمة لأنه احنا نتكلم عن بناية جيل المستقبل احنا كيف نبني جيل المستقبل احنا لازم نطور أكثر في طفل اليوم في العديد من المتخصصين في هذا المجال اللي بيطمح واكيد لتطوير الطفل العربي من خلال عدة مجالات اليوم راح نتكلم مع أحد الشغوفين بتطوير الطفل العربي كاتبة قصص أطفال ومصمم لسجادة السبع الكاتبة سهاء طاهر أهلا وسهلا فيكي نورتينا صباح الخير نورتي الإخبارية شكرا لحضورك نبني نتكلم معاك عن تطوير الطفل العربي كونك شغوفة يعني بهذا المجال انت كاتبة قصص أطفال وأنا شايفة يعني معاك البيت المعكوس وحواس ملونة إيش الشيء اللي بيختلف عن كتابة القصص الأخرى سواء كانت للكبار أو للمراهقين أو لأي فترة عمرية باختلاف كتابة الكتاب لطفل هو معروف أنه كتابة قصص الأطفال من أصعب الكتابات يعني فبالذات الآن الطرف العموما في العالم صعب جدبه للقراءة بسبب الأجهزة الإلكترونية والملهيات الكتير اللي حوالينه فالقصة لازم يكون فيها ثلاثة أشياء أساسية عشان تقدر توصلي الرسالة للطفل أول شيء تكون اللغة سلسة توصله بسهولة يعني للأسف كتير كتب سواء للكبار أو الصغار بالذات الأطفال اللغة فيها جداً الأدب عالي صياغتها مرة إنشائية يعني فتلاقي الطفل يسرح خلاص يبعد عن المغزر الرئيسي للقصة فلازم تكون سلسة لكن ما هي ركيكة يعني لازم تكون اللغة سليمة في نفس الوقت الشيء تاني لازم شوية تكون الرسالة توصل بخفة ظل للطفل عادةًا الضحكة ترسخ المعلومة في ذهن الطفل الضحكة في نفس القصة ولا في طريقة إلقاء القصة يعني هل إحنا نعتب على الشخص الملقي للقصة سواء كانت الأمة والشخص الكاتب اللي بيحكي لازم الإلقاء يتغير طريقة السردة المعتادة للقصة يعني الآن الطفل أبداً ما يستوعبها لازم أنت تكوني كأم كمدرسة ككاتبة لما تلقي القصة تلقيها بشكل تفاعلي تسأليهم تخليهم يعني جزء من هذا القصة أنا دائماً في قصة سأسيب مشهد فاضي الطفل يكتب ويرسمه عشان يكون هو جزء منها وتحفز الإبداع عنده كيف نكمل هذا الشيء عنصر الخيال حيتحفز طبعاً الخيال لما يتحفز الإبداع يطلع سبحان الله طب إيش أهم الرسائل يعني نبغى نعرف إيش الرسالة من البيت المعكوس وحواس ملونة البيت المعكوس بيتكلم عن تقبل الاختلاف ففي بطلة القصة البيت حقها كله كل شي بالعكس الأنوار في الأرض اللوحات في السك في الجداء الشبابيك في الأرض يعني كله كده مشكله فبيتها مختلف وصاحبتها مرة كلاسيك يعني عادية جداً فالمجاد زارتها في البيت وشافت كل شي غريب كانت في الأول مشوشة بعدين عجبها وتقبلتها لكن في نفس الوقت هي تحب بيتها العادي فهنا بدي رسالة أنه عادي نتقبل الشي المختلف طالما ما خرج عن حدود الأدب عن الأخلاقيات العامة فأنه عادي نتقبل أصحابنا أو أي أحد مختلف طالما أنه هو اختلافه طب بما أننا تكلمنا عن الاختلاف أبتكلم معاكي عن سجادة السبع يمكن شفنا فعلاً شي مختلف فيها أنت مصممتها ما شاء الله إيش فكرتها إيش الفكرة اللي طراحتيها من خلال هذه السجادة وإيش الشي اللي تهدي في التحفيزه عند الطفل زي ما قلت لك غدير أي شي الآن مقدم للطفل لازم يكون يجذبوا وتفاعوا لي فإحنا دائماً الأهالي يشتكوا ما بيصلوا أولادنا ما إحنا عارفين طيب إحنا لازم نسوي لهم شي يخليهم هم يفكروا يروحوا للسجادة دي عشان يصلوا فعملت سجادة بملسقات بأسماء الصلوات بحيث أن الطفل كل ما يصلي بشكل محبب له يعني الملسقات بالأشكال اللي هو يحبها فلما يروح ليصلي الصلاة يقفل هذا الملسق يحس بالإنجاز فترتبط عنده الصلاة في ذهنه بشي هو أنجزه بشعور إيجابي فأنت عززتي عنده كده أنه هو يحب الصلاة فكرة الصلاة عموماً شيء مهم عليه بالعكس هو شيء يحبه يحب يروح له فعشان كده عملت سجادة السبع لأنه يعني نحتاج أنه طبعاً أكيد نبغاهم كلهم إن شاء الله يكونوا مقيمين في الصلاة يعني يا رب فبس في نفس الوقت نبغاهم يروحوا لها بحب مش بتقل يعني هذه الأعمار الصغيرة اللي إحنا لسه بنبدأ نعلمهم في النهاية أنت زي ما يقوله بتجري رجله عشان في النهاية خلاص هو يعتاد ويتعود على أنه يصلي ما حيفكر بعد كده لا في ملتصقات ولا في شيء حيفكر بس أنه هذا الصلاة لازم أصليها حلو يعطيك العافية شكراً لك سوها طاهر على تواجدك معنا يعطيك العافية نورتينه وكل التوفيق لك أكيد نرجع مرة تانية لكم في استيديو سارة وعبدالله